مقطع اليوم طريقة ارسال الشدات الزايدة عندك الى اي صديق تريده حتى ريش حنرا يلبس بالمجان السلام عليكم ورحمة الله كيفكم شباب معاكم زير مقطع اليوم مثل ما اجتلكم ببداية المقطع بامكانك هلأ بعد التحديث الجديد 2.5 انك ترسل الشدات لأي صديق تريده حتى لو كان صديق بعيد جدا من دولة لدولة بالمجان يعني يا شباب ما في داعي انك تدفع حق الشدات حتى تبعث له اياها لا يا غالي لازم يكون عندك شدات زيادة حتى تبعث له اياها لصديقك بس ابل ما امضى المقطع اذا كنت جيد على القناة تمنى انك تشترك تفعل زر شعارات حتى يصلك كل فيديو جديد بنزله على القناة وهلأ خلينا نبلش بالشرح و let's go طبعا يا شباب عشان ترسل الشدات لصديقك لازم تدخل على الشات العام و مثل منكم شايفين انضاف خيار جديد خيار الهدية كل ما عليك فقط انك تضغط عليها بيعطيك ارسال حزمة او السجل بعد ما تضغط على ارسال الحزمة بيعطيك حزمة العنصر بتكبس على حزمة العنصر وبعدها بيعطيك خيارين حزمة يوسي او حزمة العنصر ولكن يا اخوان في شكل بسيط صار هلا انه بالتحديث الجديد لاني انضافت هاي الميزة جديدة فعب يشتغلوا عليها و فيها اخطاء يعني عب يشتغلوا عليها حتى تقدر ترسل اليوسي او الشدات الزيدي عندك الى صديقك يعني من تضغط على شدات او ارسال يوسي بيعطيك هذه الميزة غير متوفرة حاليا طيب يا شباب انت اذا ما بدك ترسل على العام بيمكنك تفوت على العشيرة وكمان بيطلع لك نفس الخاصية او نفس الميزة بس بيعطيك هون ارسال الحزمة لجميع الاعضاء او الاعضاء يلي شاركوا بالمعارك فبعد ما تختار هدول الخيارين انك تبعت يوسي وتعطيها للاشخاص يلي شاركت بالمعارك العشيرة او جميع اعضاء العشيرة فاول شخص بيفتح الصندوق بياخد اليوسي فانت يكون ماليك فقط انك تخبر صديقك انك رح تبعت الشدات على العشيرة فاول ما تبعتها ففرا تخلي هو يفتحها اول شخص فبهاي طريقة بيكون احسنت انك ترسل اليوسي الى صديقك يلي تريده انه يشحن الريال باس الخادر وبس يا شباب لو انقصوا من قناة الفيديو اليوم ان شاء الله اكون اعجبكم اذا اعجبكم انتم احطوا لي لايك شير سبسكرايب مع تفعيل زر اشعارات وبس كاماكم محمد من قناة الزير في امان الله اشتركوا في القناة